هل تغير الخصوم في المنطقة بتاعتنا؟ قبل كده كان العالم العربي يتحدث عن إسرائيل بعد كده بينا نتحدث عن إسرائيل ونتحدث عن إيران النهاردة بنتكلم عن إسرائيل وإيران وتركيا هل تغير كمان طبيعة الخصم وهويته؟ إلى حد كبير جداً حتى بالنسبة لشققنا في الخليج إسرائيل نعلم أنها كيان خصم من سنوات طويلة إنما لا يعني هذا بالضرورة أن إيران حمل وديع وقبله كل يوم هو أيضاً له أطماع في المنطقة لا تقل من نوكة نظرهم عن الأطماع الإسرائيلية الأطماع الإسرائيلية لأن طال العهد بها ولأنها قضية العرب الأولى فترسخت في الوجدان ولذلك بدأت الدول تسأل نفسها لماذا هذه القطيعة بهذا الشكل؟ دعني أقوم بعملية اختراق ويمكن ده جزء من فلسفة وفكرة اللي أخناعوا بها لبعض الإمارات أن تدخل في حوار مع إسرائيل ينتهي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهم حركة تبت المقال من أيام عن أن دول الخليج لم تنسى القضايا الفلسطينية صحيح وعلى مدى الأسابيع الكاميوم اللي فاتوا من لحظة الإعلان عن الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية والنقاش دائر الإمارات تتحدث عن إزاي ده قرار سيادي كدولة الإمارات تتحدث عن إنه إزاي ده ضمن عدم تظاهر الأمور يعني إيقاف أو تجميد الضم بالنسبة للأراضي الفلسطينية لكن على الجانب الآخر هناك من يقول لأ نحن نرى أمور تتغير كنا نظلناها ثوابت إزاي ترى هذا التطور؟ شوف بالزبط أن تتفكرني بنوفامبر سبع وسبعين عندما خرر الرئيس الرحل أناور السادات أن يذهب إلى آخر مكان في العالم وكان يقصد إلى الكنيسة الإسرائيلي اللي يخاطب الشعب الإسرائيلي من أجل السلام المحصرة النهائية البعضة حيقول أنه حصل فيه تراجع عربي لكن حصل فيه تحرير للأرض المصرية ومصر كان عندها مبرر زي ما الأردن دخلت ودي عربة مبرر الحصول على أراضيها لكن لما نبص الموريتانيا والخليج العربي وأدول كثيرة جدا حاولت تطبيع العلاقات مع إسرائيل فده من منظور أوسع ومختلف تماما وهو أنه يريد أن يعمل بريك ثرو اختراق في العلاقات يسمح له بأن يفعل شيئا من أجل القضية الفلسطينية وفي الحالة دي بنقول أفلح إن صدق يعني الشكل ما هواش المشكلة مش إن أنا أتكلم معاك لا مهم أنا أتكلم معاك في إيه إيه الشروط اللي أنا قلتها إيه السوابت اللي أنا متمسك بيها إحنا بنسيب المضمون والجوهر ونبتدي نتكلم على الشكليات المقاطعة والابتعاد أظن إذا تفكير عفى عليه الزمن مش دقيق أبدا في العلاقات الدولية المعاصرة ولا العلاقات الإخدامية قاطع اشجب ابتعد ولكن أرضك بتضيع والمستوطنات بتبنى ومحدش بالحاك والشرعية الدولية بتضرب كل يوم بالحزاء أين أنت من هذا؟ طبعا إسرائيل بيسيل لعابها تاريخيا لأموال الخديج العربي ولكن مرضو خديج العربي مش دول قاصرة ولا دول قليلة العلم والمعرفة ده فيها ناس كثيرة اللي خديج هارفورد واللي خديج ييل واللي خديج أكسفورد واللي خديج كامبريج الدنيا تغيرت فنزل كلها عرفة مصالحها وتستطيع أن تحدث توازن بين التزامها السابت بالقضية الفلسطينية وبين مصالحها ومصالح الآخرين في المنطقة وطبعا حتبقى الدولة السعودية هي آخر من يسعى للتطبيع لأسباب تاريخية المملكة العربية السعودية دولة ثقيلة ولها تاريخ وهي العالم الإسلامي يوم أن تطبع المملكة العربية السعودية مع إسرائيل يعني ذلك أن إسرائيل قد طبعت مع العالم كله وإزاك الإسرائيلي المقالة اللي ساتك بتكلم عنها دي نشروها كثير على بعض المواقع مترجمة بتاعته المقالة بتاعته لأنهما بيدركوا أن هناك صوتا آخر في العالم العربي يدعو إلى منهج موضوعي مش القضية أننا نقول كويس ولا وحش القضية هو ماذا بعد ماذا تستطيع أن تفعاله الإمارات في النهاية مع إسرائيل هذا أمر مهم جدا لكن طبعا هو خطاب شديد تجاه إيران وإحراج لقطر اللي كان بتزايد على المحور العربي في منطقة الخليج إن أنا هو أنا بتاعت الغرب وبتاعت الأمريكان لا مش قضية كده أبدا أنا أيضا علاقاتي بالغرب وسيخة وعلاقاتي بالأمريكان وسيخة وعلاقاتي مع إسرائيل مفتوحة ولكن وفق الشروط وضوابط معينة ولذلك من أكثر المضرورين بهذا القرار أنا في رأي دولة قطر والحرق اللي حصل لإيران وبعدين أنا مواغزة بحد يشتد عملي بقى أنا رأيي إن إيران علاقتها بإسرائيل علاقات تحتية معروفة تركيا بقى حدس وانا حرك ده علنية ده أنا شفت صور للأردغان في إسرائيل محاط يعني السلطان العثماني مكنش يقدر يعمل كده في عهده لو فلسطين لسه إمارة عثمانية الدنيا تغيرت خالف وهو ده الرجل ده له ثلاث صور من سهمش الصور الأورانية لما شفته في إسرائيل الصورة التانية لما كان قاعد جنب عدد من القادة منهم عامر موسى وبانكيمون وبريز واستشاطة غضبا وقاموا قاعد يشتميشتم بالتركي وميشي التالتة لما قال بعد إغراق المرمرة اللي كتريحة تقدم دعم للأشقاء في غزة إنه لن يغفر الإسرائيل ولا دايه ثلاث شروط الشرط الأولاني الاعتذار اثنين دفع تعودات ثلاثة تحسين أوضاع الأشقاءنا في غزة ما فيش ولا حاجة من ده حصل عملوا كده اعتذار عملواش قيمة نأسف للضحايا وعادت العلاقات كما كانت علاقات استراتيجية وعسكرية وسياسية فيعني هو حرام على بلابله الدوح حلاله للطير من كل جنس ده حكاية إغلاق الباب أمام العرب في أن يتعاملوا مع عالم اليوم بقواعده ومخييسه ده ضربة تاريخية عطلتنا كثيرا مش معناها أن إسرائيل شيء جويس لا إسرائيل دولة عدوانية عنصرية استيطانية ما حدش يقول لك لكننا هنتظر غاية إمتى يعني إذا نجح أشقانا في الإمامارات أنهم يقفوا الاستيطان ويمنعوا عملية الضم يبقى هناك شيء تحقق ولذلك بقى دعونا نتذكر نهج السادات الوحيد الذي استرد أرضا من إسرائيل هو أنور السادات كيف بالتعامل المباشر فالقضية مش خضية أنك تختشي منه ويخاف منك لا قضية أن انت لك خضايا معينة هو هيجبرك على تعاون اقتصادي لا ترضى به هيجبرك على دخول استثمارات من عندك لإسرائيل وهو لا يريدها الإماراتي أو الخليجي عموما لا ويعني يجب تكون صختنا في نفسنا عالية يعني أن نشعر أن أنا أمة شأن كل الأمم مش أمة مستخبية وخايفة مش صحيح الكرام ده ترجمة نانسي قنقر